رجعنا معكم في الأبسافاتور إيكوناميك أوروبا فريك لإميشان معايا في استوديو السيد فخر السلامي إعلامي ومحل الاقتصادي مرحبا بيك مرحبا لبالقيس ومرحبا بسيحسن ومرحبا بكل سيد المستمعين والمشاهدين زيادة المشاهدين لايف سريمي على راديو كابا فام وتحية أهلنا في الوطن القبلي تحية لهم الكل تحية لهم الكلام ومحل الاقتصادي مرحبا بكل سيد المستمعين ومحل الاقتصادي مرحبا بك عيشك شعلا لبسيحسن مرحبا بك مجادة عيشك بالقيس ومرحب فخري معنا فهو ديما فخري عنده راهو ديما مساج دي سبور حتى لو كان راهو فمه مرحبا بك تقولك لا تقص الله مرحبا بك فمه شوية ترجمة فخري في الأبسافاتور إيكوناميك فخري في الأبسافاتور إيكوناميك شكرا لك شكرا لك ومعنا في الأمريكا سبيسيال وعلى خطرها سبيسيال جيت نجري وعلى خطرها سبيسيال طريق سبيسيال ماذا رأيك في الأمريكا دريم؟ ما هي نجمو نهار من هارات نحقو ذو تونيزيان دريم؟ غاية كبيرة برشة وقت اللي نولي ونحكيه عالحلمة ونسية وقت عارف اللي احنا ولينا برسم يشادينا الطريق ومتاع الأمم المحترمة والمتقدمة ولا على أساسهم المجتمع الأمريكي لأن شأتها من أبيتها اليوم كان فما مجتمع حديث في العالم وكان فما مجتمع يصنع في التاريخ وكان فما مجتمع يصنع في العلم وكان فما مجتمع يحرك ويأثر في الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية ومتاعها وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقامت على عنها؟ لأنها تقامت على بشكل مختلف الناس القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار مختلف تماما على كل المدارس السياسية في جميع أسقاع الدول لأن القرار السياسي الوحيد الذي يستند على قوة العلم تعرف أنت في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الحزاب السياسية متاحهم فما مركز دراسات فينكتانك وفما بيرو بوليتيك المركز دراسات يخدم على روحه المكتب السياسي يشتمع بصيفة دورية ولكن يرجع يخدم قبله بعام من الانتخابات ثلاثة سنين متاع العهداء لا فما واحد يخرج في بلاتو يتحدث لا فما واحد يلبس كاسك لا فما واحد يضرب الحجر لا فما واحد ينبر لا فما واحد يحب يلبسنا خمار ولا فما واحد يحب ينحن الخمار ولا حد شيء يشوي يخدمون رواحهم قبله بعام يعادوا يحلوا من جديد ويبدأوا يخدموا على الانتخابات والانتخابات تعرف أنت أكبر الحملات الانتخابية اللي صارت دوير حتى تطوير الحملات الانتخابية في علاقة بالمركتين والبوليتيك وفي علاقة باللكوميونيكاسيون وكلمة البديلانجوج إلى آخره اللي بدأت تخرج دوير حتى بدأت أكثر يعني ولات نحكيه عليهم كومديستار لبوليتيسين يعني نقول لك نحكيه على بلد يصنع في التاريخ الحديث يأثر في الحاضر وسيؤثر كثيرا في المستقبل وواهم من يعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية انتهت وثم قوة أخرى جاءت تعادل فيها يعني كالأكسيونس فيكسيون اللي طارف تعملوا الولايات المتحدة الامريكية بالبيع في يولود فما أعتقد عقول سطحية صدقة الحكاية وجدت عليها أنه فما أمكانية متع قوة تنجم فهمتني تظاهي الولايات المتحدة الامريكية مش معناها خاطر ذي قوة خارقة للعادرة لأنها قوة مستندة على قوة التنسيب ومستندة على العلم وعلى هذكا احنا كتوينسا يزمن الرأوها من الجانب هذي باش نجموا ناخذوا منها ونجموا نطوروا رواحنا باش نجموا نكونوا في طريق بتاع تطور التاريخ شوف بلقيس معناها تعقيبا ومنزيدة الكلام فخري فما حاجة مهمة بارشة بالنسبة لامريكا اللي هو هذا سندت عليه من جملة بخلاف في المعناها لأنه قوة القرار السياسي كيفاش يتبنى وكيفاش يعني امريكا حرفت كيفاش انها تخلق من هكا الاختلاف منتع المهاجرين قوة واضحة يعني قوة الادماج المهاجرين اللي جيوا على مختلف معناها الديانات متاحة على مختلف التقاليب متاحة وكل شيء خلقت منها قوة دافعة للمجتمع الامريكي قبل كل شيء فمتني مجتمع هو في كل حالة مرأة ومن الأول مجتمع تقالت مجتمع لقيت مجتمع لقيت يعني هذا هو معناها مننا ومننا من البلاد هكا من هكا ولكن في الأخر هكا صنعت منه قوة معناها قوة أنك انت من الاختلاف تصنع قوة احنا المشكلة يعني هل أنو نجمو من الاختلاف نصنع القوة احنا هذا هو الاكسيون كي سبوز احنا كارتاج 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 لا يعرف ما يعنيه كلمة كارتاج كانت كانت مسيطرة على العالم الكل يعني هل أن احنا عارفين احنا شنو هو عارفين أنو التونسي كسسوا في الحضارة متاعو كسسوا الحضارة المعناها الكارتاجنية هكا كسسوا الحضارة الإسلامية كسوا احنا معناها انو احنا في واحد معناها بلاتفور متاع سيركولاسيون متاع حضارات فهمتني هيك هو التونسي معنى هل انو في الاخر نعرفوا احنا شنوه باش نجمو نقدمو نارت اللي اللي عرفونا انك انت يراه وانتي معناها بالحق جوهره يلزمك تنفض عليها الغبار وقتها بالحق نقدمو ووقتها نحكيوه على الحلم التونسي فخي بالنسبة هذية لحكاية انو مجتمع هاجين والحناية هذية هذية حكاية متاع ناس ما عندهم اعتقد ناس عايش على الاطلال بتعرف لي مش مش معنى السيح سمي نسمحها برشة والله يعايشوا واحنا 3000 سناحة ذارة واحنا 3000 سناحة ذارة تويكي قاعد في الكيوسكي ضربنا ربو عساعة الريزوطيها باش نعب بيطر في صنص 3000 سناحة ذارة عندك حفرة تي نجمو يعيشوا فيها 10 000 مواطن مش لا 3000 سناحة ذارة واحنا قاعدين عايشين نضحكوا على عباده ومشي في بنا 3000 سناحة ذارة وما كيفنا حده وحد شي اذا يور الحذارة تصنع في الحاضر باش تولي في المستقبل تاريخ ولي معندوش تاريخ معندوش مستقبل لا زادو عليش لا سامحي لا معاك في هذا معاك في هذا اما ما نكونوش حبيسيب نكونوش مذاويين تعرف اشكالية العقل العربي محمد ركون حكي عليه شنوه انو عقل ما ذوي والله احنا كنا اكل عام كنا وكتفكروا ككينت لاندلوس عندنا تتفكروا ككنا نحنا كرتاج يهودي احنا انتي تويكا اليوم عندك شقرضر ويحترظ عليك الانسانية يه ما عندك شقرضر إنتي اليوم فهمتني على معي عيال بيك النرب اليوم عندك أزمة اقتصادية كبرى اليوم عندك أزمة اجتماعية اليوم عندك شعبك قاعد يهاجر تعرف كلك الكابون كانوا يهجروا للوابارشة تلايين قبل وكانوا يهجروا للوابارشة هم اليوم والكابان الشاطة هاذا هذة اللي كان يستقبل عبر التاريخ وطاريخ القريب نتحدثه على ميلويسون نتحدثه على ميلويسون والميلويسون هو نفس الشوات الآن اللي ولد نفس نخرج منها في الأخير البشر اللي عنوان الحبيس الماضي متاعه ويعايش في الماضي متاعه يقعد انتيكا اليوم التاريخ قاعد يتبنى وقاعد يتصنع ومم التطور شعب الأثيوبي مثلا عشرين سنين متأكدة شبيبه الطبيقية يسمى وين يعتبروا أثيوبيا لتولى حد دولة فقير نبحثوها في المقرونة ومع ذلك اليوم أثيوبيا هي أكثر عاصمة حديثة في إفريقيا رواندا عام 1994 وقت اللي احنا في انتين بانكين نتفرجوا فهمتين في ناشيب الخطاب بلا يرحموا ونعملوا في العشوية نهار السبت وشي خير وكذا أثيوبيا فيها وقت حرب أهلية ما بين زوس قابل قتلوا بعضهم مالين ونص قتلوا اليوم رواندا كتشوفوين إذن نزلنا نخدمو على رويحنا في تاريخنا باهي أما نخدمو على رويحنا في الحاضر باش نجمو نحكي وتريف في المستقبل سي فخري أنت توقي جبتلي على أثيوبيا أكدت لكلامي أثيوبيا الحضارة الأثيوبية فهمتني الحضارة اللي هو خلت أنه الأثيوبي في الأخر قال أنا ولد حضارة قديمة يزيبني نعاود نوقف وهذا هو التونسي اللي معناه أنا بالنسبة لي أنا أنا ديما نقول نرجعه للعائلة الصغيرة يعني اللي يبدأ ينتمي إلى عائلة معناه عندها ماضي راهو متخفش عليه أنا بالنسبة لي أنا هذي معايير نرجعه بالنسبة للتونس أنا ش قلت قلت التونسي يزمو يعرف أنه هو ولد حضارة قديمة ويزمو يعرف كيفاش يعاود يوقف وهي معناه أزمة صحيح نحن عايشين في أزمة صعيفة برشا ولكن الأزمة هذي مى زما يش تخلينا أنه معناها نسلمه شوف لك سفح ثاني أنا معاك ، متفق معاك ما الذي تعطرحه لكن هل من هذه اللjal Foundation وحمى دائfounded ولكن Evan Oil ولكن العاطف انا مع الآية ومن cuzه chairs ودينا كانüss إذا ما تريد surgى الأزمم اللعنة وس skeptك نحن بالطبوع نقول نحن بشكل وحللي نا tapще وعёзك كبير من العام موضوع اللي هم 3 حتى واحد نجم يكون هو الحل خي أسلو منينا ذاك زي عما مني اش بيه تكلم هكا ووه بيه ما يعملش هكا كذا كذا نمشيو بقارشة في الشكليات ونخليو الكنتونيو بينما الحضارة الامريكية اللي بشوالي حضارة الان في المستقبل وحضارة ستسود وستحكم العالم في المستقبل زي وبشتوق ما ظهر لي كميش بشتحى ما ظهر ليش كان ثم حضارة بشي تمت القرش في تاريخ الانسانية اكتب احضارة الامريكانية بعد الفاسنة بشتلقى توسكي اوديوفيزيوية الواضحة ليست هذيه عن ابي مندريشاشكون قالوا عن ن… عنه واضح واضح تفرش فيهم دي فيديوهم عن الانسانية في المستقبل بشتو شوف اثر ملموس اليوم انا نحكيوق على الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة الامريكية أول انسا يقبل لك اعتبارها فخر الانسانية جامعة مهيش من ملك الامريكيين موجودين غيرك تعرف أنت عندها قدرة رهيبة على صهر كل الجنسيات بكل حضاراتهم تعرف القوة هذه المنجات لأنها استمدتها من كل الحضارات تعرف أنت في الولايات المتحدة الأمريكية تلقى الهندي وتلقى البوذي وتلقى يعبد في بغيرة وتلقى ليحب الشيعة وتلقى السنة وتلقى الكاثوليك وتلقى كل التشكيلات المسيحين وتلقى الأعراق والأجنسي كلها ولكنها ثم يخرجوا على العيش المشترك تعرف في الولايات المتحدة الأمريكية لا يملك القوانين درا ثم tuvo 8 قوانين كبرى ثم 8 أو faux państwa كبيرة فهمتني ثم جملة 100% وثم في الإستثمار في الحرية الحرية الاقتصادية في الحرية البحث العالمي في الحرية الإبداع في الحرية الثقافة كل ما هي حريية تمر استثمار فيه على هذلك الولايات المتحدة الأمريكية عندها قدرة رهيبة إنها تكون فيلسيب بالتعامل مع أي وضعية على عكس بيق الحضرات كما لو تنين من هنا دابري موليير برب يقف لي غاديك موليير اشقالك العام؟ اه 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 ام ببافيخ ساوي مع انتهم مش اظن فما ليديل فما انو نتفق على الادنا بش نعيشه مع بعضنا فما ايجا اخيوه عليش نقوم مدخل مختلفين نضيعوا في الوقت ايجا اخيوه نتفقوا ونعملوا مارشي ومارشي كونكلو كل واحد يمشي يخدم على روحهم الولايات المتحدة الامريكية وانتهم قامت على تيوريم كبيرة متاعي كاردو في الليكونون انو يكون العالم هذا مفتوح وانو يتم الاستثمار في اي شبر في الارض هذة هذا هو الحلم الامريكي الكبير طب برش عليش يقولوا امريكا اي عمل تعمل بربي في الهند وامريكا اي عمل تعمل في العراق وامريكا اي عمل تعمل دور غادي واش تعمل في افريقيا؟ واخش به بايدن مرقا ما يعمل هزا الطيارة وانو مجمعه في الرياض يحكي معهم وانو مجمعها في افريقيا يحكي معهم انو اللي ارى كان يحلموا بحاجة واحدة انو لعيل مثلك يوالي فلويد مفتوحة على نفسه. يعني الدبوزة هذي لو كان المطيارة برميرة متاحة في تونس وتكون افهمتي البروديكتيفيتان متاحة تكلفلنا أرخص وباهية وكاليتي طيارة لأن عالم الكل يوالي يشري كان من عن تونس الدبوزة. هذا هو يعني ويتصير مبادلات ويتبناء اسكونابيل مبادلات اقتصادية تشبك باش تحافظ على النظام العالمي اللي تعتبر نفسه هي اللي وضعته وأيضا هي اللي مطالبة انها تحميه وانها تحقق الحلم هذي. حلمة الامريكانية هي موديل تريد انها تقدموا للعالم الكل. وتعرف انت حتى في سراحة مع المعسكر الاشتراكي. انت تعرف انت قبل برشا ناس كانوا يهربوا المعسكر الاشتراكي يجيوا للعالم الحر يبدأوا فرحانين وكأنهم خرجوا من السجون لأنها لأنه عالمها جذاب لأنه عالمها فيمتي فيها حريات لأنه عالمها فيها الرخاء. اعتقد اليوم الولايات المتحدة الامريكية عاشت الرخاء على ابتداد قرن وايضا حتى حلفيها عاشوا الرخاء على ابتداد قرن. هاو نعطيك نعطيك دولة اليوم تحالفت مع الولايات المتحدة الامريكية على مستوى اقتصادي وما نهضت حتى النهضات الاقتصادية قادة انتسموا فيها. الكل هم هما كانوا حلفاء الولايات المتحدة الامريكية. على هذيك كنا نحلوا في الامور هذي. يجب نحلوها بالعقل. تحبوا نحلوها بالدروشة وتحبوا نحلوها فهمتين بالشعارات ويا صدامة كيفك حدو وصقر العرب وزيدت حدا زيد يا صقر الوحيد. ننتهي واعتقد في مشاهد كما في الصومال لحد هذه اللحظة عشرين سنة يتقاتل. تحبوا نجمو نتنهيو في سودان مقسم. ننتهيو في وضعيات اجتماعية في عالم عربي. نحبش نجمو الدول اللي احتراما لها. وقال لا نمشيو الى مؤسسة العقل. اليوم الولايات المتحدة الامريكية هذي هي استيوم فورس. استيوم بويسانس مونديال. بويسانس مونديال مبنية على العلم. والدليل كنا كنت نتصنط لسايد معزة اللي كان يتدخل. هو منتونس وقاري في اللي يسجئل. هنه في بوشوشة. تعرف هنه في بوشوشة. طوي كبل اللعفين كانوا مرعوب. كانوا يشربوا مرعوب. يشربوا مرعوب. يشربوا كابوسان وقهوشتار ذهر اللي في وقت وهو. الى اخيري. وقت اللي كان ك يا محفيف لوريد. تفضل مرحبا. ما لقل له انتي تراها انتي بوذي ولا امريكي ولا لزعمه. اخي مان دار شكون انتي ولا مناسب شكون. ما عندهم مش لحكاية هذي. مرحبا بيك انتي كومبيتون تفضل اخدم على روح. هذي هي العقل الامريكي. بالنسبة اليوم العقل الامريكي هذي كفش يرانا زيادا. ما يزون نفهم وروحنا. الناس اضهم كفش يرانا. الناس اضهم كفش يرانا. ما ذلك يسمى سفير جديد. على هذيك بش نحكيو فيه. سفير هذي جديد فين كان. الخدم في الكويت. الخدم في السعودية. وهو مدير. هم من المدير واحدة عمليات. ومانا يعني كيف سوف ياريخها من السعودية؟. لكن لقم لا نزح نفهم كيف سوف ياريخها من الترايا. حقا مدير ميوناه اي مدير ايران في وزارة الخارجة. هو تعرف انتمات. بالنسبة لي هم كيف ياريخها من السعودية. نعم ياريخها على ميناء. معناها ميدل الايست. نورف افريك. وماذا مانتها عن ميناء؟ الشرق الأوصل وشمال أفريقي. سخوله قال خنحنا مانا في أفريقي. شبهم يحسبوناش مع أفريقي. لأنهم يعرفون بالباهي الأمريكان. مش كاكة ومشو الله يبلقي اسمح لها. تبارك الله عليها يا مرحبا بك. يعرفون بالباهي. تعرف اللي الأمريكان عندهم مئتين سنة تنفيلي دبلوماسية في تونس. الأمريكان كانوا يتعاملوا معنا من اللي كنا إيالا. ووالينا الجمهورية وعاشوا معنا الانتقال الديمقراطي. وعاشوا معنا 25 جويلة. وتأثير الاقتصادية وتأثير الثقافي. ولماذا يقولون ميدال إيست نورث آفريكا؟ لأنهم يعرفوا ليك وزاليتي كولتوريل بيننا وبين الشرق الأوسط. يعرفوا ليكو عامل ديني قوي. يخليك أنت والبحريني اللي ما عندك بيه حتى علقته. أنت أما أقرب لك النيجر ولا مالي ولا البحرين. بالكيلومتراج. النيجر والمالي أقرب. لكن أنت ترى روحك أقرب للبحريني والعماني والكويتي أكثر منك من الواحد. لأنه ثم رابط ثقافي. ويعتبر العلاقة الاقتصادية تتمظهر أكثر في الحج. لو أنت واحد يمشي. خلما واحد يلم فلوس فلوس يلمي لمي 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 لم. تحويش تال العمر فين يهزها ويمشي؟ سعودية. شنو الرابط ثم واحد ناحي للجانب الديني لو كانت تحطها بالعقل ثم إنسان. لو أنت مثلا واحد يهز فلوس يمشي يعمل بها سياحة في السعودية. لو للرابط الديني والثقافي. يقولون ميدل إيست نورث أفريكا يعرفون عنا نفس الثقافة. ويعرفون عنا روابط ثقافية مع بعضنا. وعلى هذا كراهنوا على الإسلام والديمقراطية. لأنهم يعرفوا الإسلام موجود في الثقافة. حتى لو كنت يقول لك والله أنا شفيان بروغريسيست وماندلش كذاك. ورائق عاما في اللقر في اللقر في اللقر في اللقر في اللقر. وشوية في اللقر. تدخل تلقى فيه شوية عصيد تزقوق وشوية ماندلش. اشنوه. هترايف كذاك يتفرش في الرسالة. يشيخ على حمزة كيش بود السيف كذاك. يفهمونها الأمريكان بالبي. إذن يقول لك ثم رابط ثقافة. تصور أنت واحد من مالي حتى مسلم يتفرش في الرسالة يحسها. فنعرفو شكك. يفهمتني يعرفوا اللي ثم رابط ثقافة. على هذك يتم التعامل معنا. يتبرونا؟ وعلى هذك حتى يتم تشاور على وضعيتنا السياسية. تم إحنا في الرياض مثلا. حكي وعلينا في الرياض. وطبيعة العلاقات لتعنا. والتقارب يجب أن يصير التقارب التركي للمسري. اللي قاعد يصير لأمنهما في المنطقة. لأنه هو تقارب في النسبة لهم. هما ينجم يؤدي إلى نوع من الاستقرار في المنطقة. يتم البناء عليه في المستقبل. هما أيضا يقاعدين يرعاوا. فهمتني في المفاوضات الكبرى. ما بين الولايات ما بين الإيران. وما بين السعودية على الملف النووي. عدم اكتساب قوة نووية في المنطقة. لأن اكتساب قوة نووية في المنطقة. فماش يؤدي بشي يضرب عملية الاستقرار. ويضرب منبع من منابع الطاقة العالمية. وكيك بش نرجع العام السابعين. وقتلت قصة الطاقة في العالم. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل. تتعامل ملف بملف. ملف بملف بملف. ملف بملف بملف. نحن نفهم واحنا هذي. ونعرف كيف نتعامل معها القوة هذي. والقوة هذي عبر الطريق على الأقل نحنا كتوينسا. ما نعرفوش طبيعة العلاقة بيننا وبالأمريكي. في الولايات المتحدة الأمريكية نحن في هي كانت ساهم بطريقة غير مباشرة في استقلالنا. خي نحن برقبة وين مشاه هو فرحات حشيد الله يرهم. مشاهوش الولايات المتحدة الأمريكية في نقابات السيزل. وانتي ما كتارقني يا عدو تعرف عدو مراذية بالبيع. كيفين نمشاهو؟ ما مشاهو فهمتي للسيزل. وعلى السيزل وقتها. عليش نمشاهو؟ استناداً على ماذا؟ استناداً على نقاط ويلسون. اللي هي حق الشعوب في تقرير مصيرها. وحق الشعوب في تقرير مصيرها. مش هو بداية بناء كيانات الدول الوطنية. اللي نحن من بعد مستقلين بنات الدولة التونسية. الدولة الجزائرية. الدولة المملكة المغربية. جاءت الدولة الليبية. جاءت الدولة المصرية إلى خيري. وبداية الشعوب هذه اللي كانت تحت وطأة الاستعمار. عملت قفزة اجتماعية ومجتمعية. وأست الدول المتاحة. وأصبحت لها نوع من الهوية. يفصلها مع مستعمرها. اللي كان لا يسمح لها ثقافية بالتطور والتقدم. فهمت عليش هم عملوا حق الشعوب لتقرير مصيرهم. لأن بالنسبة لهم يعتبر ما ينجموش يبنوا عالم. وتكافئ القوات. وثم دولة محتلة دولة أخرى. وثم ثقافة متحكمة في ثقافة أخرى. وفهمت الفرق ما بين الأمريكان مثلا. يقال لا قمش يتعامل مع واحد لابس هركة. هو واحد لابس مندرش شنور. هو واحد يعبد في بقرة إلى إخيرها. لأنه ما يعتبرش أنه مطالب يتدخل غاديك. هو مطالب يتدخل في الـ ما بين اللي يديل البينك وبينه. أما يسمح لك بالحرية متاعك. لأن الحرية متاعك ما تنتفيه وتنتهيه. كان وقت اللي تبدأ به إيك اقتصادية. على العالم الجانب هذيك نفهموه في العقل الأمريكي. كيف يفكر. نعرف ونفعله معه. نحن بالنسبة لنا الأمريكي الرأوها غول. يتدخل غادي ما يفهموه في العقل الأمريكي. ما يفهموه. ما يفهموه شي قاعد يسير في العقل الأمريكي. يزرقوا فيزر متاع أمريكي. شربوا الأحليب في اللي سيئت متاع أمريكي. لمسوا الكبوت متاع الأمريكي. كلاوا الفروماج قبل متاع الأمريكي. عادي كان يدبر ماشي الامريكي يمشي. مضع به يبعث ولده يقرأ. غادي كان فيما بورس تعرف. عطا أكثر دول عطاتنا بورس. باش قارينا اللي سيئت يدونه متاعنا. عادي يبعث ولده. أما بالنسبة ليه يكره أمريكي هكاكي. لأنه في النسبة ليه في الله وعي متاعه يعتبر أمريكي عدوليه إلى آخره. وقاعد يخوذ في سراع ليس سراع متاعه. نحن بالأمانة الجماهير التونسية. للأمانة عادينا ناس يعتقد في سراع ليس سراع متاعنا أحنا. لأنه على الأقل العقل التونسي مع الحبيب بورجيب الله يرحمه. الدولة التونسية. لماذا نحن دولة التونسية بقاته مستمدة وعايشة رغم اللي عندها لا بيترول لا غاز لا حد شيء. لماذا يحترمون الدول المنتقم دعنا؟ لأنه وقتها جتنا قيادة سياسية عقلانية عند طرف عقل. مش تلهم فريح قطر ما يصليوا عني بي. كنت في القاتل تعمل وأنتم من هنا. لا وبدريش ونرقوا بسراعيل في البحر وضربوا يطبالوا وبدريش جدي. ولا عبد الناصر يا عيد مغادي ولا خردائي. مباعد ثلاثين سنينة رجعنا بجاه ربي نرجع ولك الأحدود اللي أحكي عليها بورجيب. ليش أنو ثم العقل. البلاد هذه كانت تمشي بالعقل. وحتى طبيعة علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت طبيعة عقلانية. وعلى ذاك حتى الولايات المتحدة الأمريكية في معاملتها لتونس ديما كانت معاملة خاصة لأنها تعتبرها اللي بين التعقل. ولذلك 2021 نحب نكمل الرواية نهائية وسامحوني كانت طولت عليكم. وانا حكيتها حتى مع السلبيجي الله يره. على ذاك تم استقبال تونس والجي سيت. ونت تونس هذه تونيزيا. تعرف إن شعب الأمريكي يعرفها ماليزيا. يعرفوا مروقو. ما يعرفونيش بالرسمي. هذي داولة صغيرة عادة تارف زيت زيتونة. وتارف أصفات عامل الثورة قاملها الكونغرس. صفق لها صح؟ ولم صرفناش عشر شنين بالتصبيق متاع الكونغرس احنا. إخي البيجي قايد السبسي مهزس روحه. ومشي فهمتني الجي سيت. مقابلش أوباما. وقالوا نحب نفهم إن شبيك الوضعية الصحة متاعك. وقالوا يجين لتونس تونس تونفسر لك. مكتاب سيلبيجي الله يرحمه. وكان ديما يحب. وبروح ان خلبيجي قايد السبسي. اللي حيته كاملة في الدبلوماسية. ويعرف العقل التونسي بالبيهي ويعرف المنطقة بالبيهي. هكي كي يلعب. مقام ما يعمل. هز روح أول ما هز روح مشاي الجزائي. وبعض مشاي المملكة المغربية. وبعض طول مشاي ربطة مع جيسات ومشاي الولايات المتحدة الأمريكية. اهي. حنانا يجي هاي الوضعي. لانو يعرف. يعرف التوازنات ويعرف هي تصنع التاريخ. ونحنا ما عاشناش وما رفقتش هي التجربة. وباش نزيتكم 2013 وقت اللي صار. رفهمتني زعمال البلاد كانت مهدأ بحرب أهلية حقيقية. خي مش جاكوب والز السفير الأمريكي. كان يلو يدور بالزاكتور بوليتيك. ويجمع فهم على طاولة الحوار. وباش نمشينا بعض اخذينا في أوسلو واخذينا نوبل السلام. اخي الامريكان مصرفوا شوية على التجربة هذية. والمجتمع المدني واللي عمرو ما تخلوه لوتيل دخلوه لوتيل. ويشرب في القهو ويعتي في رايو في الديمقراطية. وفندريش كاذا يلو يخيله شكون هذك الكل. ولحزياب السياسية هذية اللي يطلغ مرحبا بيك. يجي اخوي تتكون وتتعلم. حي ما حطونيش ان دون ميل سيز حطونا فهمتني شريك استراتيجي خارج منظومة الناتو. اللي صححها السايد ما يعرفوها توينسا كان يركض شفاي. يصححها مع سمارزوقه مع جون كيري. لانو بنسبة ليهما التجربة. يعرفوها عنده اشعاع في المنطقة كاملة. ونرجوع طول الميناء. فلا. يعرفو قتلت سياح حاجة في تونس. من الجمشي يكون عنده تأثير. اشباه نحنا ما صارتش عنا تأثير على السينيغال. اشباه ما تأثرتش بينا غانا. اشباه ما تأثرتش بينا الكامرون. اشباه ما تأثرتش بينا الكامرون. اشباه ما تأثرت بينا شكون ليبيا. اليمن كفاتكم القطار. حراك المغرب طول مشيت عاملة الإصلاحات متاح المعرض. تباعك العقل. العقل المغربي ما تعرفو الهادئة والاستيباقي الى اخيري. هي عملك الباساسيون فهمتني الهادئة. الجزائر ايضا في منظومتها السياسية. على فكرة الجزائر. الجزائر تتعمل في الأصلاحات الديمقراطية. حتى من قاعد العبدة تتفليق تتعرف الحياة السياسية في الجزائر. رأي مفتوح. لو احمد واحد في السجن الان هو رئيس حزب. ما هو حزب الحكم. رئيس حزب في تحالف. ثم حياة السياسية. كانت وضعيتها السياسية أفضل من تونس. لما قابل فين واحدة. ايضا رافقت الجزائر. رافقت عاملة أصلاحات سياسية إلى آخره. ساهمت أنها أيضا تتجاوز. أما ليبيا أنت تعرفوا فين انتهت؟ مصر فين انتهت؟ سوريا فين انتهت؟ حتى في البحرين صارت تحركة. يعني التأثير متاعك فين يسير؟ يسير في الشرق الأوسط وفي شمال أفريق. وعلى هذاك أنت جزء من الميناء. وعلى هذاك يتم التعامل معك كمنطقة كاملة. وعلى هذاك جانا واحد كان في الكويت. وكان في السعودية. وكان مدير اسم إيران. ويعرف المنطقة بالباهي. ويعرف الملفات الكبرى في المنطقة. هذا سؤال يلي مش معناهم بعد القراءة هذه. تبارك الله قراءة سياسية جغرافية حضارية. على كل مستويات قراءة خفيفة. تبارك الله قراءة السفير من الأمريكي. هل لديك شي قراءة صغيرة؟ رسائل تعتبرهم من جيين وهوني إلى تونس؟ هذا مثلا برش عبيد لا نحب أنك قراءة أمريكا. هكذا كيف عملت أنت؟ شوف الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعاملش ريكسيون. كناقة تاريخها. تعرف أنت الولايات المتحدة الأمريكية جنرال لافاييت. هو الذي يساهم فيها. تعرف حرب التحرير التي صارت في أمريكا. والتي كانت فرنسا معها. ضد من؟ ضد بريطانيا. أنا كنت أعتبر مستعمرة بريطانية. وصار الحلم تأجولش واشنطن. إلى أخير. ما الأمريكية مبعد. كنت ترد في الفعل. قالت مجييني يا بريطانيا إلى هنا. كالعام لاكي كنت محتلتني. يأتي صاني بطاك تاك والكف ونرجع. لأن العقل الأمريكي عمل يبدأه هو عقل بارد. وعقل مبني على العلم. وعقل مبني على منطق المؤسسة. ليس بيضي نقلقي هز رأس. وقول يا بريطانيا. تعرفش كيفية. يبرا نزدموا على الصومال. هاي. فم مؤسسة. فم ركز دراسات. فم أبحاث قادة تجي. فم قراءات في علاقة بالتطور. والموقف السياسي يدائما يكون من أجل مخطط بعيد. لأمريكان ما يعيشوش نهار بنهاره. لأمريكان مش معناها تاويك لو عنده وضعية تاويك يزمي عليها تاوي. بالنسبة لي التحرك السياسي يتحرك على متداد متاع خمسين سنة. ستين سنة الأمام. من قرن. يبدي حظر في الوضعيات. إذن. ما أعتقدش دراوز هذا الملف. كيبش يجي بش يرسم سياسة في المنطقة. ورأي بش عملها تاوي. كيبش يجي تاوي. لكن سيضاع. الظروف الموضوعية لتحقيق هدف ما أعتقدش أنا ثم دولة. عقلانية تعطيك الأهداف متاحها في العالم. ثم حاجات نسرحوا به. وثم أعتقد أسرار دولة. كيبش يتعامل. كيبش يتفاوض الإيرانيين. على ملف معين. كيبش يتفاوض الليبيين. تعرف أنت اليوم على فكرة الولايات المتحدة الأمريكية. رأيتها سافير في ليبيا. وما أعتقدش كمش يصير تسوية في ليبيا. وتكون الولايات المتحدة الأمريكية ليش الرعي متاعها. أوروبا حليفها الاستراتيجي. اليوم تعيش حربة على حدودها. ومهدّة في أي دقيقة باللحة بالجدياح. ومهدّة بأزمة اقتصادية. يعني أفريقيا اللي هي توجهت لها. وعمل معها قمة تعتبرها المستقبل. وبالنسبة لها المستقبل ينطلق في أفريقيا. لأن الكونتينان فييرج. ويزم اليوم يتسم تطوير الرأس ميل البشري في أفريقيا. وأيضاً أن تكون أفريقيا مع جنوب شرق إسيا يشكلوا نوع من التوازن القوى مع أوروبا مع باقي القوى الأخرى. لكي ينجم يكون العالم في الويد. لأنه ديما الهدف نتاحهم في الويد يتي. هذير. أمريكا فيش يتحرك. بالطبع تفصيلاتها ذي. معتقدش أنه يجيك يقول لك هو فيدي حبيوز. ينجم يعطيك تصريح إليها. ولكن الهدف حاجة أخرى. لكن المتأكد منه مطيقن منه. لن تكون هناك معادلة سياسية في المستقبل. في الدولي. في الداخلي. في الخارجية إليها خيري. دون. دون. ذو أخضر أمريكي. تعرف. ما مش نكونوا واقعين. هي في حد ذاتها أوروبا الآن. أوروبا الآن. تنتظر. فهمتني الظهور أخذر الأمريكي. في المواجهة. وسمحني اليوم معادلة موازين القواكة عادت في كييف. والحد هذه اللحظة. بوتن لم يدخل كييف. بمن؟ بالك بالأوكرانيا. ولا بكذا. بالأمريكان. وبالدعم اللوجيستي لتقدمها أمريكي. ولا تقدمه لجوتا جوت. وتعرف قتش تقدمه. لأن أمريكا تعتبر نفسها هي العقل الوحيد. اللي هو الحق أن يحتكر القوة. وتعتبر كل العقول أخر هي عقول قصر. وكل ما تعطيها القوة تنجمت ولا تعمل لك لونوتاج. وهذا ما يتمظهر أعتقد في اللقاء دي سير في العالم. فخري أن نتحدث عن العقل الأمريكي. نحن نتحدث في لاز فيغاس. اسمه The Show Technology. اسمه The Customer Technology Association. نتحدث في لاز فيغاس. نمشي وفاصل الموسيقى صغير. ونرجع بمكلمة هاتفية. لدينا مواجهة مواجهة. لدينا مواجهة مواجهة. موسيقى